ناخد مثال هنا بيقول لي أوجد مجموعة حل المعادلة في حا طبعاً احنا بنعمل مراجعة دلوقتي على الجزء التاني أو الدرس الخاص بحل المعدة من الدرجة التانية في متغير واحد جبرياً فبيقول لي هنا أوجد مجموعة حل المعادلة سين تربيع ناقص ثمانية سين زائد خمستاشر بتساوي سفر طبعاً زي ما احنا شايفين هو مقدار سلاسي بسيط فنقدر طبعاً نقوم بعملية تحليل المقدار السلاسي ده بطريقة بسيطة جداً بأن احنا زي ما اتفقنا بنفتح قصين ونبتدي نحلل الحد الأول اللي هو السين تربيع إن احنا نكتب سين في سين وطبعاً زي ما احنا شايفين إن الإشارة للحد الأخير هي إشارة موجبة يبقى معنى كده إن القصين هيغدو نفس إشارة الحد الأوسط اللي هو السالب فهتكون إشارة سالبة للقصين طبعاً عددين حاصل ضربهم خمستاشر ومجموعهم تمانية هم التلاتة في خمسة فهنكتب تلاتة في القص الأول وخمسة في القص التاني وطبعاً ما ننساش إن إحنا نساوي القصين اللي مضروبين في بعض نساويهم بالصفر يعني هنقول إن إحنا هناخد القص الأول سين ناقص ثلاثة إن هو يكون بيساوي صفر أو إن القص التاني اللي هو سين ناقص خمسة إن هو يكون بيساوي صفر ده ليه؟ ده عشان نقدر نجيب قيمة المتغير سين اللي موجود عندي في القصين فهنقول سين ناقص ثلاثة بتساوي صفر يبقى هنودي السالب ثلاثة للطرف الأيصر بعكس الإشارة فهتكون السين بتساوي ثلاثة ونفس الكلام هنعمله مع القص التاني هنودي السالب خمسة للطرف الأيصر بعكس الإشارة فلا إن للسين في قمتين السين بتساوي ثلاثة أو إن السين بتساوي خمسة طبعاً القمتين دول هم دول اللي بيخلوا المقدار السلاسي كله بيساوي صفر يبقى حل المعادلة أو مجموعة حل المعادلة هتكون هي ثلاثة وخمسة مثال كمان بيقول لي سين تربيع ناقص سبعة سين ناقص ثلاثين بتساوي صفر برضو ده مقدار سلاسي بسيط نقدر برضو إن احنا نحلله هنقدر إن احنا نفتح قسين ونكتب السين تربيع هي عبارة عن سين في سين طيب إشارة الحد الأخير هي إشارة سلبة يبقى معنى كده إن القسين هيكونوا بإشارتين مختلفتين طيب مين اللي بياخد إشارة الحد الأوسط طبعاً المقدار أو العدد الأكبر بعد التحليل يعني لو بصينا على الحد الأخير هو الثلاثين طيب العددين اللي حاصل ضربوهم بيساوي ثلاثين وطرحوهم بيساوي سبعة هنلاقي إن ثلاثة في عشرة تدينا ثلاثين ولو طرحنا قلنا عشرة ناقص ثلاثة بتدينا سبعة يبقى هم دول العددين اللي إحنا هنستخدمهم وطبعاً عشان إشارة الحد الأخير هي إشارة سالبة زي ما اتفقنا العدد الأكبر هو اللي بياخد إشارة الحد الأوسط يعني هنكتب العشرة عند الإشارة السالبة والثلاثة عند الإشارة الموجبة وناخد كل قوس من الأقواس إن إحنا نساويه بالصفر يعني هنقول سين زائد ثلاثة بتساوي صفر أو سين ناقص عشرة بتساوي صفر فهتكون قيمة السين في المقدار الأول أو في القوس الأول طبعاً هنودي الثلاثة بعكس الإشارة فهتكون السين بتساوي سالب ثلاثة ونودي السالب عشرة النحية الثانية بعكس الإشارة فالسين هتساوي عشرة فهتكون مجموعة الحل هي عشرة وسالب ثلاثة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن